بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم افتح علينا فتوح العارفين القضية الفلسطينية هذه القضية الإنسانية هذه القضية المنسية هذه القضية الإسلامية المسيحية العقدية في صميم الفكر الإنساني ووجدان العقل العربي هذه القضية أين هي اليوم من واقع الأمة الإسلامية والأمة العربية قضية باتت مهجورة قضية لكل هجر القضية وأصبحت حكرا على الشعب الفلسطيني هذه القضية التي يفترض أن تكون هم كل إنسان عربي كل إنسان مسلم ومسيحي كل إنسان يحيى في العالم العربي تكون قضية القضية الفلسطينية واقع الأمة اليوم واقع مرير واقع صعب جدا من بعض القضية الفلسطينية ومجريات الأحداث في فلسطين من 48 إلى اليوم والعرب نسوا القضية أو تناسوها تركوا القضية إلى أهل فلسطين نسوا هموم الفلسطيني نسوا الهجرات نسوا الترحيل نسوا الاستيطان يقدمون التنازل تلوى التنازل مشكلة في العالم العربي ماذا يحدث للعالم العربي والإسلامي ولكن بشائر النصر اليوم في شباب الفلسطيني بشائر النصر بيد الشباب الفلسطيني الشباب العربي المناضل في فلسطين بكل الانتفاضات هذه الانتفاضة والتي سبقتها والتي سبقتها اليوم الشباب الفلسطيني يعني يعمل أو اليوم يسجل أجمل أسطورة للعالم العربي والإسلامي نعم خذل خذل من الأنظمة العربية خذل من المجتمع الدولي خذل من الكل ولكن نلاحظ اليوم الأمل بالشباب كيف استطاع الشباب الفلسطيني اليوم أن يقيم أن يغير المعادلة اليوم الشباب الفلسطيني وأن تركه وحيداً ولكن استطاع الشباب الفلسطيني اليوم أن يقلب المعادلة بهذه الثورات بهذه الأفكار بهذه الانتفاضات بيرفضة إلى الاحتلال بيرفضة بمعاهدة أوسلو والمعاهدات الدولية بيرفضة كل هذا الشيء هذا كرامة اليوم الشعب الفلسطيني يعلم الدنيا ويعلم العالم العربي ويعلم العالم الإسلامي الكرامة معنى الكرامة والحرية والإباء بالشعب الفلسطيني بالحجر بالسكين بالبندقية بكل أنواع حتى في الشعر اليوم الشعب الفلسطيني اليوم الشعب الفلسطيني شعب حي شعب حي نرفع به أنتم كشباب اليوم في جيل في هذا القرن القرن 20 كيف تنظرون القضية الفلسطينية المغيبة من الوعي العربي ومن الضمير العربي فلسطين الجريحة إذا فينا نسميها اللي عم تستنزف كل طاقاتها مثل ما قلت عبثا نعم تروح بس مجرد لأنه هي وقت ضحية احتلال يهودا إذا صح التعبير نحن ما فينا نقول إنه إذا صح التعبير هي موقعت بس تحت احتلال صهيوني يهودا هي كمان تحت تحت راحة يعني تحت صمت العربي اللي هي اللي هو الشارك بالجريمة الساكت عن الحق شيطانا أخرز لما الشعب العربي أو الدولة العربية والسلطات العربية سكتت عن قضية فلسطين اللي عمر أكتر من 70 سن وصار وقت إنه خلص ينهو يوضعوا حد لهيد الحرب اللي عم بتصير عم يجي العرب يساهم عم يجي عم تكون السلطات العربية حتى إيده بإيد اليهود بإيد الصهاينة نسب إنه نحن نسمي صهيوني مش كدين عم تحط إيده بإيد الصهاينة أديان نحن ما نتكلم عندي اليهودي نتكلم عن الصهاينة اليهود الصهاينة عشان هيك قلت الصهاينة أنا نعم عم بيحطوا إيدهم بإيد الصهاينة وهن عم بيساعدوا على دبح فلسطين مرة أخرى عم بيساعدوا على لما يسكت لما يسكت العرب عن كل هيد المجازر اللي عم بتصير هن إلن يديه بالمجازر هن عم بيكونوا مشاركين متلهم متل الصهاينة طيب هذا الضمير العربي اليوم أين غيب؟ أين غيب الضمير العربي؟ بدي أقول أنا أنه نحن بالنسبة لجيلنا نحن القضية الفلسطينية فينا نقول نص مغيبة عنا مش كتير يعني نص مغيبة؟ يعني تسعين بالمئة مغيبة كمان تسعين بالمئة لأنه نحن أصلا ما كنا نعرف شو هي القضية الفلسطينية لما وعينا شوية ممكن سلنا نسمع عن فلسطين وكيف عاشت فلسطين هلأ الجيل اللي بعدنا ممكن يكون ناس شيء اسمه فلسطين ممكن بالنسبة له ما بفي شيء اسمه فلسطين على الخارطة يعني على الخريطة هلأ شاء الله ما نوصل لهذه المرحلة بس بعتقد التفكك العروبي اللي نحن فيه كل دولة عربية ما بقى يهمها الدولة العربية التانية يمكن هيدا اللي وصلنا لهم قد يقول قائل ماذا نصنع لفلسطين تستطيع تستطيع الشيء الكثير انظر إلى تضحيات الشعب الفلسطيني انظر إلى إرادة الشعب الفلسطيني انظر إلى قوة الشباب الفلسطيني اليوم حين قير المعادلة غير المعادلة بإرادة بإرادة لا يمتلك الموارد لا يمتلك السلاح حصار حصار جائر وظالم ومن خلال هذا الحصار أرعب الكيان الصهيوني إذن نستطيع ذكرت لدينا إرادة أنا أقول دائما دائما أقول لا أعول على الأنظمة العربية الشعوب حية الشعوب العربية حية ولكن أتمنى رجاء من الشباب العربي والإسلامي أن يتواصل مع الشباب الفلسطيني أن يقرأ بتضحياتهم ننظر كيف الشباب الفلسطيني اليوم يغير كل شيء يغير عندما ينطق الحجر الشاب الفلسطيني أنطق الحجر أنطق السكين أنطق البندقية أنطق الدنيا اليوم بهذه التضحيات وأربك النظام الصهيوني نتمنى فعلا نتمنى فعلا أن ننظر إلى تضحيات الشباب الفلسطيني إلى الفتاة الفلسطينية اليوم الفتاة الفلسطينية تفعل ما يعجز عنه أي نظام أن يفعله من تضحية من قوة من شموخ من إباء تقف وهي ترفع رأسها يكفي بأن الأم الفلسطينية عندما تودع ابنها وهو معتقل تقول ارفع رأسنا يا يمه ننظر لهذه الجملة الشعبية بجمالها والقوة تقول الأم وهي تودع ابنها عند الباب عند باب المنزل وهو معتقل من جنود الصهينة تقول لابنها توصيه لا تخاف على ابنها تقول ارفع رأسنا يا يمه نعم هذه الأم الفلسطينية كم نحتاج من أمهات الفلسطينيين أن يكون بهذه القوة وهذه الثقة هذا هو الأمل نتنسينا هذه القضية حتى يتفرد الصهينة وخلاص تصير دولة فلسطين تمحة مثل ما زالتك طبعا حتى التغيب يصير هكي عبثي لا مصر عبثي لأنه فيه فيه مقاومة الفلسطينية والمقاومة العربية بعض جهات المقاومة العربية مقاومة اللبنانية تحديدا مقاومة اللبنانية تحديدا عم تضلت تسعة هي لحتى أنه فيه عندنا نحن يوم القدس العالمي نحن كل آخر جمعة بشهر رمضان نحن عندنا يوم القدس العالمي منحتفل فيه أو منحيي هذه الذكرى لحتى تبقى صرخة القدس مسموعة صرخة فلسطين مسموعة ما تنطفي بالرغم من كل المحاولات اللي عم يدفعوا حقه مصاري ومليارات الدولارات أنه ينصونا هذه القضية بس في بعض الجهات مثل ما ذكرنا المقاومة عم تتحرك بطريقة أنه لا نحن هذه القضية فأنه فلسطين جزء لن يتجزأ من الدولة العروبة واللي بيتخلى عن فلسطين تخلى عن عروبته طلع عن عروبته ولا يستحق لقب العروبة الفلسطيني اليوم يعني يحاولون بل قلب المعادلة استطاع اليوم فعلا الشعب الفلسطيني الشعب الجبار أن يصمد بوجه المؤامرة والغطرسة الصهيونية ولكن رجائي أتمنى فعلا من الشباب أن يتواصل أن يتواصل ولا يلتفت الإعلام العربي لا يلتفت أبدا ولا ينجر خلف أي شيء أو أي شعار طائفي نعم ادعموا كل فصائل المقاومة كل فصائل المقاومة بكل أطيافها مهما كان مشربها المذهبي والسياسي والفكري ادعموها طالما تحمل المقاومة يحملون السلاح ضد الكيان الصهيون الغاصب وهذا الجهاد الحق هذا هو الجهاد الحق أن ندعم القضية الفلسطينية أن ندعم الشباب بكل ما أوتينا من قوة ندعم الشباب علينا أن ندعم كل فصائل المقاومة بكل أطيافها بكل مللها بكل أعراقها علينا اليوم فعلا أن نتوحد لا نحتاج في القضية الفلسطينية أن نتشرذم القضية الوحيدة تجمع العرب لماذا نختلف على القضية الفلسطينية؟ هناك من يشوش على القضية الفلسطينية هناك من يحاول أن ينال من كرامة المقاومة الإسلامية ومن يدعم حركات وفصائل المقاومة لا نلتفت لهؤلاء لا نلتفت أبداً نلتفت ونكون مع كل إنسان يحمل البندقية ضد الكيان الصهيوني نعم هنا الكرامة هنا العزة هنا الإسلام هنا العروبة في القضية الفلسطينية قضية مستحقة وأنا أقول دائماً كل إنسان يدير ظهره للقضية الفلسطينية ويطعن في المقاومة الإسلامية خائن كائناً من كان نظاماً أو فرداً كل إنسان يقدر في القضية الفلسطينية يستهزئ بدماء الشهداء وتضحيات الشهداء وتضحيات الفتيات فتيات براعم في سن بريء يقدمون تضحيات والله شيء يعني يوقف شعر رأس هذا ما نتمنى فقط نتمنى أن نتوحد في القضية وأن لا نلتفت يا المحبطين والمحبطين طيب أنت كجل شباب اليوم كيف نوصل صوتنا أو نتضامن مع الشبان الفلسطينيين اليوم رغم الحصار ورغم الخذلان العربي العربي والإسلامي إلا ما ندر من بعض الفصائل الفصائل المقاومة أبطال المقاومة وبعض الدول الإسلامية الكبيرة الدائمة للقضية الفلسطينية كيف ممكن نوصل صوتنا أو نتضامن مع الشباب الفلسطينيين؟ نحن عادتاً بس نكون بدنا نوصل صوت بأي قضية مش بس بها القضية بصير في منوعة من فينا نقول جمعيات أحزاب بنعملها بيتضمن شباب يعني شباب بتجيب تحضر هالأحزاب ممكن تكون عن طريق مسرحيات ممكن تكون عن طريق أفلام وسائقية عن فلسطين عن الشباب الفلسطين ما تعمل مشان بلدها رغم أنه هنا عندهم مثل قلة سلاح يمكن قد ما فيهم عم بيحاولوا أنه يحرروا بلدهم ممكن نعرض عن الأم الفلسطينية ما فينا كمان دورة للأم الفلسطينية كتير مهم بالقضية الفلسطينية يعني رغم اللي هي عايشته رغم الزل اللي هني عم بيشوفوه مع هذا كله بعد صامدة بتربي أجيال على عم تخليهم يكونوا أجيال ثوريين يعني يحافظوا على بلدهم فبعتقد هيدا يعني الحل الوحيد مش الوحيد ممكن يكون الأهم أنه الأحزاب والجمعيات نعملها نعرف عن فلسطين والشباب ومن أشكال الدعم اليوم على المحسنين اليوم أن يدعموا شباب شباب الفلسطيني أن يدعموا أساسات مراكز تعليم طلبة العلم بكل المعارف وكل العلوم بكل التخصصات أتمنى اليوم من المحسنين والناس المقتدرين ماديا ومن البعض من يقول لا أستطيع أن أفعل شيء في القضية الفلسطينية ادعم المؤسسات الجامعات أطلب من الشباب اليوم يعني قدم لهم شيء في المعرفة في العالم اليوم أجمل سلاح أجمل سلاح العلم لا أقول فقط البندقية العلم العلم دائما أقول الأمل في الجيل الشباب الأمل في الشباب القادم لذلك أتمنى أن لا نترك فلسطين الفلسطينين فلسطين قضية كل إنسان حر ولا أقول عربي فقط فلسطين قضية كل إنسان شهم كل إنسان فيه ذرة من الدم كل إنسان فيه حياء كل إنسان تدب فيه الروح ويعرف الله تبارك وتعالى كل إنسان يقرأ القرآن ويعرف مكانة القدس في روح الإنسان هذا إنسان لا يفقه شيء عن الدين قضية أين طاقات الشباب الحقيقية من القضية الفلسطينية؟ باستثناء طبعاً طاقات شباب المقاومة أتكلم الشباب بكل أطيافه ومشاربه وثقافاته أين الشباب العربي اليوم؟ حتى في النت حتى بالتواصل يعني أخلنا تكلم بشفافية واقعية القضية معدة حاضرة معزولة صارت عننا نحن كشباب عربي كمجتمع عربي بظروف عديد ظروفنا نحن الصعبة اللي عم نمرق فيها الربيع العربي اللي طلع الأزمات اللي نحن فيها خلتنا شوين نهمش القتير العربي هل ربيع العربي اليوم حم فلسطين؟ الربيع العربي منسية فلسطين صارت شبه منسية صارت فلسطين لما يحكوا عن ربيع العربي أصلاً ما ذكروا فلسطين بكل الربيع العربي اللي صار ولكن الشباب لازم يكون في عندهم نوعي بطريقة أنه كيف يوصلوا لفلسطين صار الشاب يعز الحاله أنا ما خلصني بفلسطين نحن بمجتمعنا اللبناني مرأنا بحرب تموز 33 يوم يعني ندقنا لوعة الحروب نحنا شباب هاي أول حرب من عيشة كعمر شباب نحنا عمر صغير الشباب ولكن نحن بس دقنا هايدي لوعة لوعة الحرب مفروض صرنا نحس شوية بفلسطين اللي عم يعيشوا هايدي القاسة كل يوم يعني نحن مفروض يضل محاضرة بزهننا حاضرة بمخيرتنا فيه أطفال فيه شباب فيه فيه نسوان عم تعامل معاملي جداً مثل الطفل اللي شفناه من فترة على التلفزيون كيف كان يو عامل معامل يسائق ورغم كل المعامل ودموع اللي شفناها طلع بعنفوان كمان نحن لازم نستمد منهم هايدي الأول اللي عندهم هنه كمان نحن راح نضلنا وقفين بوجه النازل نحن نحن كشعب عربي كشباب عربي نضل وقفين بوجه اليهوء بوجه الصهين تحديداً انه هايدي قضية قضية دينية قضية عقائدية عربية ما لازم نطلع منا نحن بسهولة او نترك اسرائيل تستحلها صلاة القدس هلا هي أورشليم عاصمة اسرائيل صارت لازم هايدي الأشي اللي عم بتصير او محاولته نهدم القدس صارت هايدي الأشي مفروض كانت تتواحد ضمير العضب العربي ولكن للأسر فلما تكون من الدولة هي كمان مشوية صار شوي صعب على الشاب العربي انه هو يستحضر هيد القضية بباله وبذهنه وبحياته طيب كيف نحضر القضية الفلسطينية في ذهن الشباب اليوم اليوم انت يعني لغينا باللوم على الحكام وعلى الأنظمة العربية بعض الأنظمة العربية بعض الحكام وايضا على الإعلام العربي اليوم كيف نوعيد ننسى الإعلام العربي كيف نوعيد القضية الفلسطينية إلى الضمير العربي وإلى الجيل القادم شباب انتم شباب شون فينا ممكن نقدم كيف ممكن نتواصل كيف ممكن نحيي القضية الفلسطينية عندنا كجيل شباب هلا نحنا كمان انه انه قضية العربية هي القضية الفلسطينية هي قضية عربية يعني هي بطريقة مباشرة وغير مباشرة عم تتصيent فلما الشعب العربي يوعى على جرح فلسطين ويوعى الأبعاد اللي عم تنرسم من خلال الاطلاع من خلال فهم القدس وفهم رمزيتنا عندك أنه إسلام أو مسيحية ساعتها هيعرفوا هني لوان بدأت توصل الصهاني ما يفكروا كمان أنه إذا بس خص بالقضية الفلسطينية يعني وقفت القصة بس بفلسطين وهني كمان هيدا فكر صهيوني ممدد يعني هني عم بيخططوا لبعدان كمان لازم يحسوا أنه اللي عم بيصير على فلسطين حيصير على هذا الشعب العربي القدس قضية كل مسلم كل مسلم اليوم مسؤول كل إنسان حتى ولو بالكلمة بالكلمة اليوم لا نستطيع أن ندير أظهرنا عن تضحيات الفلسطينيين أبطال فلسطين أبطال المقاومة بكل فصائل المقاومة بكل فصائل المقاومة اليوم هذه التضحيات لا نستطيع أن نسخر منها كيف نسخر منها عندما نصد عندما نتكلم عندما نتآمر على هذه القضية هذه جريمة كبرى عندما يتآمر المسلم ويتآمر العربي على القضية الفلسطينية هذا هو الجهاد الحق هذا هو طريق الحق هذا هو طريق الأمل هذا هو طريق العزة والكرامة والعروبة والإباء هذا هو الطريق الحق فلسطين طريق الحق فلسطين قضية للإنسان هل ممكن الجيل القادم من الشأن الإسلامي العربي يعيد فلسطين؟ ومثل ما قلت قبل شوي كمان عن دور المقاوم اللبناني والمقاوم الفلسطيني الفصائل الفلسطيني اللي عم تساهم فيه وعم تلعب به دوري كبير إن نتخلي هيدا على قليلة هلا عم تخلي هيدا الفكرة واضحة كمان لازم نحن بقى نتجرد من كل الخلافات المذهبية الطائفية السياسية نتوحد خلف قضية وحدة مفروض هي توحد المجتمع العربي ككل خلف القضية الفلسطينية وتحريرة من دنس الصهاينة المفروض بقى تتوحد الفصائل الفلسطينية وتطلع من تفككك سررون سبعين سنة خلص تروقت إنه يطلعوا من التفكك اللي هني عايشينه يتوحدوا المقاوم اللبناني المقاوم الفلسطيني إسلام شيعة صنة مسيحية دروس كلهم هيدا بالنهاية قضية عربية وليست قضية دينية حتى بالدين بتمثل كل هي حتى بالدين بتمثل كل على الكدس فلازم من هيدا الوجع نحنا نتوحد نترك كل خلافاتنا بعيد نتوحد خلف هالقضية لأنه صار الوقت لأنه نحنا خلص نحرر هيدا الدولة ونطهرها من دنس الصهاينة واحتلالهم أنا بدي أكد على حكي إسراء إسراء جملت كل الأفكار بطريقة كتير حلوة أنا كمان عندي أمل إنه فلسطين إن شاء الله شيوم حتتحرر بوجود أكد المقاومة عندنا نحنا عم بتساعد كتير فلسطين وما عم تنسى فلسطين بدي بس أكد أنه بما أنه الأنظم العربية هي ناسية فلسطين بدي أطلب من الشباب بس أنه ما يكونوا آليات وراها الأنظم العربية بالعكس يفكروا بفينا نقول نحنا كنا أخوان عرب بين بعض بالنهاية فمثل ما حيصير على يوم يمكن يجي يوم ويصير على أي دولة عربية نفس الشي فمشان هيك المفروض يفكروا أنه يساعدوا فلسطين لو كيف ما كان بأي طريقة كانت لحتى تتحرر فلسطين أتمنى من الشباب الأمة اليوم أن يقرأوا تاريخ فلسطين أن يتصفحوا تاريخ فلسطين تاريخ نضالهم تاريخنا حياتنا حضارتنا اليوم لا كرامة للعرب ولا عزة إلا إذا عزت فلسطين لا كرامة لنا دون القدس لا كرامة لنا دون الأقصى لذلك أتمنى أن نقرأ على الشباب المسلم اليوم أن ينسى وينفضوا الغبار عن الأنظمة العربية وعن الإعلام العربي اقرأوا تاريخ فلسطين اقرأوا تاريخ المقاومة نضال الشاب الفلسطيني تاريخ الانتفاضات كرامة الأمهات كرامة النساء الأطفال الشيوخ والأرامل تضحية أساطير اقرأوا اقرأوا اسطورة اليوم الشعب الفلسطيني يقدم لنا منظر والله منظر مشرف لكل العالم العربي والإسلامي وكل كلام دون القضية الفلسطينية عبث لذلك أتمنى من الشباب العربي أن يثور وأن يقرأ بتاريخ أزة ومجدة في القضية الفلسطينية سطروا الشباب أجمل تضحية في القضية الفلسطينية أتمنى فعلا من الشباب العربي أن يحذو حذو الشعب الفلسطيني وأن يتعلم الكرامة والأزة كي نكون التغيير الذي يغير الآلم دون القدس لن نكون التغيير الذي يغير الآلم اشتركوا في القناة